في سياق متصل أكدت منظمة اليونسكو أن إعادة إعمار الموصل التي ما تزال في بداياتها ستكون صعبة للغاية وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزلاي أن إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية ستكون صعبة خصوصا بسبب انتشار الألغام وأشارت إلى أن عمليات الإعمار ستستغرق وقتا طويلا جدا ولفتت إلى أن مشروع الإعمار لا يزال في بداياته وإنه يحتاج لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام وأعلنت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو جمع أكثر ممائة مليون دولار لأغراض إعمار الموصل من ضمنها خمسون مليون دولار مقدم من دولة الإمارات لإعادة بناء الجامع النوري الكبير ومنارته الشهيرة إعادة أعمار مدينة الموصل العراقية ستكون صعبة للغاية خصوصا مع انتشار الألغام عمليات الأعمار هناك ستستغرق وقتا طويلا جدا ومشروع الأعمار لا يزال في بداياته وإنه يحتاج لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام اليونسكو جمع أكثر ممائة مليون دولار لأغراض أعمار الموصل من ضمنها خمسون مليون دولار مقدم من دولة الإمارات لإعادة بناء الجامع النوري الكبير ومنارته الشهيرة ترجمة نانسي قنقر